ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بين سنتي 1981 و2014 في المخطط الذي أمامنا في عام 2014 باللون الأحمر يتوقع بأن يبلغ سكان مملكة البحرين في عام 2020 1.1 مليون نسمة وفي 2030 يتجاوز المليونين نسبة الأطفال في مملكة البحرين تتجاوز الربع من المجموع العام للسكان والشيوخ 2.2% تتميز بنية السكان في مملكة البحرين بارتفاع حجم القوة العاملة إلى 716 ألف النمو السكان في مملكة البحرين كان مرتفعا منذ ستينيات القرن الماضي لكنه تراجع بين عامي 1991 إلى عام 2001 وذلك بسبب تراجع في نسبة الولادات لكن ما لبث إلا أن ارتفع مرة أخرى في العشرية الأخيرة وذلك بسبب الازدهار الاقتصادي الذي حظت به مملكة البحرين مما جعلها ماذا؟ منطقة جذب للعمال الوافدة هو لعدد من الكفاءات وأصحاب المؤسسات كما هو مبين لنا في الرسم البياني تطور عدد الولادات والوفيات بين 2010 و2013 اللي باللون الأزرق هو نسبة الولادات في عام 2012 ارتفعت إلى 19.469 نسمة في عام 2013 يعود هذا النمو السكان المتزاوية في مملكة البحرين للزيادة الطبيعية بالنسبة إلى البحرينيين والغير البحرينيين يكون سببه بسبب الهجرة الوافدة للبلاد التوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم تبلغ الكثافة السكانية بمعنى تمركز السكان في منطقة ما في مملكة البحرين حوالي 1705 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2014 حيث تعتبر الكثافة في المملكة من أعلى الكثافات في العالم تتفاوت الكثافات بين محافظة وأخرى في مملكة البحرين كما هو موضح أمامنا في الخريطة الكثافة السكانية تعتفع باللون الأحمر القامج في محافظة المنامة العاصمة بينما تقل وتعتبر من أقل الكثافة السكانية في محافظات المملكة هي المحافظة الجنوبية باللون الوردي الفاتح ولذلك يسعى السكان العاصمة الأواء الموجودين في المنامة بالانتقال إلى مناطق أقل ازدحاما في حين يرتفع عدد المهاجرين الذين ماذا الذين يستقرون في العاصمة من العوامل الأخرى التي ساعدت على حركة الانتقال السكان بمعنى تنقل سكان البحرين من منطقة إلى أخرى عاملين أولا المشاريع السكانية التي قامت بها المملكة لا ننسى ذكر إنشاء مدينة عيسى، مدينة حامل ومدينة زايد إضاقة إلى منح المواطنين قروضا إسكانية ميسرة تركيب السكان بنيتهم طرأت على المجتمع البحريني عند التحولات منها اجتماعية ومنها اقتصادية أدت من نهاية إلى تغير في بنية السكانية للبحرين حيث دخلت البلاد في مرحلة تلمية اجتماعية واقتصادية وكل هذا بسبب العوائد النفطية اتجهت البلاد في المقابل إلى استيراد العمالة من الخارج نظرا لعجز القوة العاملة عن القيام بعمليات التلمية وذلك بالإضافة إلى أن تنمي قواها البشرية العاملة في المملكة مما دفع الحكومة إلى الاهتمام بتحسين الوضع الصحي تطوير التعليم اعداد وتدريب القوة العاملة فأدى هذا الأمر في النهاية إلى ماذا إلى الانعكاس على الخصائص السكانية في المجتمع البحريني شهدت بنية السكان في مملكة البحرين بين عامي 1971 إلى 2014 عدة تحولات اجتماعية رافقت هذه التحولات ارتفاع في تكاليف المعيشة مما أدى إلى ازدياد في احتياجيات التي فرضتها الحياة العصرية على سكان مملكة البحرين لنستعرض هذه التحولات التي شهدتها بنية السكان في المملكة بين عامي 1971 إلى 2014 أولا تأخر سن الزواج حيث ماذا اتجه الشاب البحريني نحو مواسطة التعليم العالي ثانيا انخراط المرأة في النشاط الاقتصادي بصورة متنامية كما هو موضح لدينا في الرسم البياني حيث بلقت في عام 1981 نسبة 14.3 ارتفعت إلى 1991 إلى 18.7 وصلت في 2001 إلى 25.9 وفي عام 2011 بلقت 31.4 فيشير هذا العدد إلى ماذا إلى ارتفاع في مشاركة المرأة البحرينية بالنشاط الاقتصادي ثالثا تدني نسبة المترملي من الجنسين بسبب التقدم الصحي وخفض معدل الوفاء رابعا تدني نسبة الطلاق بسبب انتشار التقارب الفكري والثقافي بين الجنسين إضافة إلى دور المؤسسات الحكومية والأهلية في توعيات المجتمع أد جميع التحولات التي ذكرناها تحولات الاجتماعية في مملكة البحرين إلى حدوث تغيير في البنية السكانية للبحرينيين لنستعرض معا أبرز ملامح التغيير في البنية السكانية للبحرينيين أولا تدني نسبة الزيادة الطبيعية حيث انخفضت نسبة الخصوبة أدى في النهاية إلى انخفاض معدل الولادات مما أدى في نهاية الأمر إلى انخفاض في عدد أفراد الأسرة البحرينية إلى 6 أفراد والمقصود من نسبة الخصوبة هي متوسط عدد الأولاد لكل ألف امرأة في سن الإنجاب بين سن 15 و50 سنة حيث تحسب نسبة الخصوبة بالطريقة التالية عدد الأولاد في ألف قسمها عدد النساء في سن الإنجاب إضافة إلى ذلك عزائي الطلبة من أبرز ملامح التغير في البنية السكانية للبحرينيين بلقت نسبة البحرينيين الأقل من 15 سنة 21.2 عام 2014 وكانت في عام 2001 36.5 كما هو موضح في هرم الأعمار وارتفعت نسبة كبار السن إلى 6.4 وشكل السكان البحرينيون في سن العمل نسبة 64% وذلك بسبب تراجع الولادات حيث اتجه المجتمع البحريني إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول الديمغرافي التي تتميز بقلة الأطفال وتزايد نسبة القادرين على العمل إضافة إلى ذلك من ملامح التغير في البنية السكانية للبحرينيين جيم ارتفاع نسبة إسهام المرأة البحرينية في النشاط الاقتصادي حيث بلقت نسبتها 48.5 من نسبة العاملين في عام 2010 دول ارتفع عدد المشتغلين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي بالقطاع الخاص إلى 456.817 فردا عام 2011 أخيرا انخفضت نسبة البطالة بين السكان في مملكة البحرين حيث كانت في عام 2001 5.5% وفي عام 2012 بلقت 3.6% وذلك بفضل جهود مملكة البحرين في بحرنة الوظائف لننتقل الآن إلى النشاط التقييمي لدرسنا اليوم خلال ثلاث دقائق علل ما يلي واحد ارتفاع النمو السكاني في العشرية الأخيرة من القرن الحالي اثنان تشهد البحرين حركة انتقال سكاني بين مناطقها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 إجابة السؤال الثاني واحد سعي السكان الانتقال من العاصمة إلى مناطق غلز دحاما اثنين مشاريع الإسكانية التي قامت بها حكومة البحرين ومنها بناء المدن السكنية مثل مدينة عيسى، مدينة حمد، مدينة زايد إضافة إلى منح المواطنين قروضاً إسكانية ميسرة ممتاز النشاط التقييمي الثاني أيضاً خلال ثلاث دقائق فسر ما يلي نقطة واحدة فقط واحد اتجهت البحرين إلى استيراد العمالة الوافدة من الخارج في مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اثنين انقفاض نسبة البطارة في البحرين في عام 2012 عنها في عام 2001 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 تعرض الإجابات معا وحتى خرص أن الزواج في ظل اتجاه الشباب البحريني نهو مواصلة التعليم العالي اثنين انخراط المرأة في النشاط الاقتصادي بصورة متنامية ثلاثة تدني النسبة المترملين من الجنسين بسبب التقدم الصحي وخفض معدل الوفيات أربعة تدني نسبة الطلاق بسبب التقارب الفكري والثقافي بين الجنسين ودور المؤسسات الحكومية والأهلية في توعيات المجتمع وفي الختام شكرا لكم حسن استماعكم عزائي الطلبة لدرسنا لليوم ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم شكرا